من شوية ابتدأ الاجتماع التنصيقي للمباراة للمباراة السوبر للأهل والزمالك بحضور كل الجهات المعنية حضر طبعا ممثل عن نادي الأهل ونادي الزمالك وطبعا المباراة تقام طبعا صالة الدكتور حسن مصطفى دي 6 أكتوبر من اللي حضر الاجتماع؟ اللواء هشام عبدالغفار رئيس الإدارة العامة لقطاع 6 أكتوبر بمديرة أمن الجيزة وإهاب العزة بمدير التنفيذ الاتحاد بالمصر وممثلين زمالتو حضراتكم عن نادي الأهل ونادي الزمالك ومدير صالة الدكتور حسن مصطفى الاجتماع دي هينقش كل الأمور التنصيقية والأمنية الخاصة بالمطش وترتيبات كل فريق بداية من دخوله للصالة وأثناء المطش ومرسم تسليم الجواز والمغادرة بعد نهاية كل المرسم دي الاجتماع الفني للمطش هيتعامل يوم الخميس الجاي ساعة 7 ونص بالليل وهيتسلم فيه القائمة النهائية لكل فريق كل فريق هيتسلم قائمته النهائية لأن القائمة المبدئية هتتبعت النهاردة ان شاء الله بكرة بإذن الله وكمان كل فريق هيتسلم نتيجة المسحة أو كشف عن بيروس كورونا بإذن الله لللجنة المنظمة الأهل هيتدرب يوم الخميس القادم على صدق اللي هتلاقي عليها المطش من 5 إلى 6 وبعده هيتدرب الزمالك من الساعة 6 وربع إلى 7 وربع وزي ما قلنا لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت إن المطش من غير جمهور عدد 40 فرد فقط شامل أعضاء مجلس إدارة يعني من نادي ده أعضاء مجلس إدارة 40 من نادي ده و40 من نادي ده شامل أعضاء مجلس إدارة كلا النادي